امتدت الأزمات المالية في إسرائيل إلى قطاع المصارف في ظل صعود معدلات التضخم وتباطئ النمو الاقتصادي وتزايد استنزاف الخزانة العامة بفعل نفقات الحرب على غزة هبط صافي ربح بنك الخصم والتسويات الإسرائيلية رابع أكبر بنك في إسرائيل للربع الثاني من العام الحالي بنسبة 12.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 لتصل إلى 1.4 مليار شيكل وذلك على خلفية استمرار سلسلة الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب الممتدة منذ أكثر من عشرة أشهر على غزة يذكر أن قطاع المصارف الإسرائيلي وجه أزمة حادة حيث ستدفع البنوك التي ستبدأ الإعلان عن نتائج الربع الرابع 6% إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها في إسرائيل وذلك في عامي 2024 و2025 ترجمة نانسي قنقر